زبيبة والملك اللي هي الرواية اللي كتبها الرئيس صدام تمام؟ نعم أول مرة قبل ما أتحدث عن موضوع يعني الملحمة أو كيف حولتها أنت إلى ملحمة شعرية هي يعني هل كانت تستحق يعني كرواية من الناحية الفنية أو الدرامية يعني أنت تتحول إلى ملحمة شعرية هل لها قيمة يعني فنية أو أدبية؟ هو قيمتها من قيمة صاحبها يعني أن يكتب رواية رئيس جمهورية وقائد مميز في العراق وفي المنطقة هذا بعد ذاته شيء يعني مهم مهم هو كتبها بيدا؟ نعم يعني هل من المعقول هو قارئ قارئ نعم جداً طيب بس هل من المعقول أنه هاي المهام والمسؤوليات هو رئيس دولة ورئيس حزب وقائد عام قوات مسلحة ومسؤول عن الدنيا كلها يقعد يكتب رواية يعني عنده وكتب أكثر من رواية هذه هذه الرواية كانت الأولى ولكن فيما بعد ذلك كتب ثلاث روايات وطويلة ومهمة أنا أذكر عندما كان أصدقائي روايين يتحدثون أنهم كانوا مجتمعين بحضور صدام حسين وكانوا يناقشون في الموضوع الروائي والإنتاج الروائي والآخر كان عنده اهتمام أو أنه كان يريد أن يعرف ويعني ويلتقط بعض الأمور التي كان يراها أنا كما قلت لك هو قارئ جيد جدا نهم والوقت عنده هو يتحكم فيه طبعا هو من الفجر يصحى ويبدأ في قراءة التقارير وتصريف الأمور قبل ما تبدأ الدولة تتحرك وأما حكاية أنه ينام وعنده مهام هذه مستحيلة فكان دائما يعني كيف عرفت رائع كان في الإنجاز من كثرة الأعمال من كثرة التوجيهات من كثرة المتابعة ما كان ما كان إشي يفلت من من اهتمامه ومن متابعته وكان دقيق جدا وكان يصغي بشكل ممتاز كان يصغي بشكل ممتاز اللي بيقول لك أنه ما يصغي لا مستحيع هو يصغي بشكل ممتاز جدا يعني هذه السماء تصار من أكثر من ضيف يقولون أنه كان يصغي للآخر للآخر وكان دائما يشجع من يريد أن يبدي رأيه يعني لكي يكسر أي خوف أو أي تردد عاجز الخوف نعم نعم فهو هذا الشيء يعني لفت الانتباه ترجمة نانسي قنقر